السلام عليكم ورحبا بكم في القناة وفيديو جديد وكنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة ان شاء الله الفيديو اليوم ان شاء الله سيكون عبارة على أغشات المخدة بهذا الشكل هذا في البابيون ولكن هذه الأخطرة سيكون في الوجه المخدة سوف نريكم طريقة كيفية حتى خيط هذه المخدة ويجد بذلك الشكل هذا حتى نخيط هذه المخدة سيخصني قطعتين للتوب حيث سوف نخيط لغشاء المخدة او العمارة الداخل سوف نحتاج الثوب اخر لنخيط الغلاف الفوق سوف نغلفه بالمخدة هذا الموضيل هذا من الأحسن ندره جوج ديال يعني التوب يكون مخالف ديال داخل يكون مخالف ديال العبرة وهنايا سوف نوريكم كيفاش إلا كانت عندكم مخدة هنا وبدو تغلفوها كيفاش تاخذ العبار هذه المخدة سوف تاخذ طول العرض ديالها وهو اللي سوف نحطه على توب ديالنا نتنيوه على جوج ونحطه ذاك يعني ذاك القياس او ذاك العبار اللي لقينا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ونحطي القياسات التعليق ونخيط المخدة ونخلي البصة ديال الفتحة ممكن نخيطه هش ونخذي طول العمار اللي عندي عمرت بيها الغلاف اللي او الغيشة دياله المخدة الخيط بالنسبة للفتحة اما كنت نسلطها ببراوخة او لا ندروا سنسلا في هذه البلاسة ان شاء الله ندروا فيديو خاص على بالنسبة للناس اللي يبغوا مخدة بالسنسلا بعد ندروا على فيديو خاص وبالنسبة للغلاف الثاني نوريكم جودية الطرق هذه الطريقة البسيطة لأي واحد اللي يمكن ندرها طريقة الثانية نضع الطوب قد تعملها ونضع المخدة عليه ونقص بالنقص هذه الطريقة الأولى نضع الطوب قد تعملها وكان ناخد المخدة كان نضع عليها المترو بهالطريقة هادي هكا كان ناخد العبار وذلك المسافة اللي لقيت هي اللي كانت تكون عندي الطول ديال المخدة والعرض من طبيعة الحال العرضها هو العرض متاع المخدة كان ناخده عادي اشتركوا في القناة وقride صحيح ومترجمات نحتاج 4 قطعة التوب تقريبا 48 سنتيم و 4 سنتيم و نصف سوف نحتاج قطعتين للتوب حشية المخدة مع هذه القطعتين 16 سنتيم و عرض المخدة سنتيم بهذه الطريقة و نخيطه ثم نقسم ثلاثة و نقسم ثلاثة و نحتاج المدذي نضيف بعض الخياطة اشتركوا في القناة 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 بالنسبة للشكل الآخر دي المخدة نفس الطريقة فقط هذا كشاريت كالسقف الوسط هذا هو الفيديو اليوم نتمنى ان شاء الله تتفجو منه نطلقه بإذن الله فيديو آخر والسلام عليكم ورحمة الله